موسيقى مساء الخير النظام يكرم جرح قواته بالزيت والفول والعدس صفت واسع دون جدوى فلماذا الصمت على هذه الإهانات؟ في المحور الثاني تهديدات حكومة الإنقاذ لنظيرتها المؤقتة تلويح وتراجع ثم تنفيذ إغلاق للمكاتب في ريف إدلب واعتقالات على الحدود لكن ما هو رأي الناس بما يشريه؟ حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم موسيقى أهلا بكم مجددا من ماعز إلى ساعة حائط إلى قسائم تخفيض محدودة هكذا كان يكرم النظام الجرحى وذوي القتل في ميليشياته لكن آخر صيحاته أثارت سخطا وغضبا يفوق ما كان يحدث سابقا حيث استضف فندق الشيرة بالعاصمة دمشق حفلة تكريم للجرحى وعوائلهم وتفاجأ الحاضرون بالهدايا التي تضمنت القليل من الفول والعدس والسكر فيما المحظوظ منهم حصل على بعض الزيت نشاهد التقرير ونعود لنبحث في سر هذا الصمت عن هذه الإهانات المستمرة ليست المشكلة في تكريمه بشهادة ورقية وهو بهذه الحالة ولا بهذا الكيس بعد حفل دعائي صاخر بل بما يحويه من مفاجآت الصدمة هنا تلقاها مؤيد النظام فالحفل التكريمي الذي أقامته جمعية الوعد الصادق الإيرانية لجرح النظام انتهى بتوزيع سلة غذائية أو كيس غذائي بعبارة أدق مؤلف من علبة معكرونا ولتر زيت فيما كان لآخرون حظ أوفر فكرموا بعلبة فول وكيلوغرام من السكر لكل عنصر جريح الحادث أثارت حالة من الاستياء والصخط بين مؤيد النظام بعد حفل دعائي في فندق أشيرة قدرت تكاليفه بخمسين مليون ليرة سورية المواقع الموالية التي أطلقت هاشتاك جرحان ليسوا شحادين أكدت أن بعض الجرحى دفع خمسة آلاف ليرة من دمشق وخمسة عشر ألف ليرة من باقي المحافظات كأجور مواصلات ليكون نصيبه في النهاية علبة زيت وكيلو سكر ورغم أن صفحات موالية اكتفت بهذا القدر من الخبر أضافت أخرى أن الموظفي الجمعية الإيرانية قاموا في نهاية الحفل بطرد جرح النظام وذويهم غير أن هذه الإهانات لا تقتصر على الجمعية الإيرانية بل هي حوادث متكررة من قبل أجهزة النظام بحق من يفترض أنهم قدموا أرواحهم وأجسادهم في سبيل بقاء بشار وهنا مقطع مسور يظهر رمي مساعدات على ذوي قتل النظام في اللاذقية فضلا عن المشاجرات التي حدثت للظفر لها أتمنوا الشفاء العاجل؟ وفيما بلغ عدد جرح مدينة الترطوس وحدها خمسين ألف عنصر يقول مجلس المحافظة إن نسبة الإعاقة دائمة وصلت لأربعين بالمئة من عدد الجرحة فيما يعاني هؤلاء إهمالا صحيا تسبب بوفاة العديد منهم أما عن الأرياف الموالية فتنعدم الإحصاءات لغياب الدعم والواسطة علما أن بعض القرى باتت بدون شباب بعد زجهم في معركة بشار للبقاء في الحكم سخطرنا واسع من قبل الموالين من استهزاء النظام بجرحاهم ومصابهم تعبر عنه تعليقاتهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي نشاهد بعض ما جاء في هذه التعليقات حيث نقلت صفحة نادي جرح الجيش العربي السوري خبر هذا التكريم الذي توالت فيه التعليقات جاءت بمعظمها مستاءة وصاخطة على ما قدمته الجمعية للجرحة وهو كيس يحتوي على زيت وعدس وفول علق هيثم منصور بما يعنيه أن هذه الإصابات هي لمصابي الصومال خصوصا بأنه مصاب ولم تشمله لا التكريمات ولا حتى الوعود في العلاج وعلق الذي يدعى علي محمد بأنه كان موعود بتركيب أحد الأطراف الاصطناعية عندهم وبعد واسطات يفاجأ بأنه يحول إلى مركز الهلال الأحمر ومايز حسين قال بأنه يجب أن يفترض كل شخص أنه الجريح أو المقتول هو أخوه وافترض بأن هذه الجمعية لا تحمل أي ذرة أخلاق أو رحمة حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الاجتماعي دكتور محمود الحسن معنا من اسطنبول أهلا بك وأيضا وفاء الحمصي الناشطة في مجال حقوق الإنسان معنا من عمان والناشطة الحقوقية باسمة جبري معنا من اسطنبول أهلا بكم جميعا أبدأ معك دكتور محمود هذه الحالات متكررة وبأكثر من مناسبة لا يتردد أن يضم بإهانة حاضنته نرى بعض التذمر على صفحات التواصل الاجتماعي ودون أفعال حقيقية لماذا هذا الصمت؟ السلام عليكم ورحمة الله ما بني على باطل فهو باطل ما يحصل في سوريا الآن بالنسبة للموالاة والنظام هي عبارة عن خلط بعملية الانتماء خلينا نأخذ أصل المشكلة ولو سمحتي أن عملية الانتماء بشكل عام الفرد لا يمكن إلا ينتمي إلى قيمة أو مجموعة أو إلى قبيلة أو إلى دولة تم استثمار واستغلال انتماء جزء من الشعب السوري إلى الدولة واحترامه للأرض والوطن وحرف هذا الانتماء إلى نظام معين هذا النظام على رأسه الدكتاتور هذا التشويه وهذا الاقتناع من بعض المواليين بأن هذا هو الانتماء لهذا النظام جعل هذا النظام يستهزئ بهم ويحتقرهم وكما فعل فرعون بأنه استهان بقومه عندما عبدوه فاستعبدهم جعلهم عبيدا له وهذا ما حصل كما قلتم هي ليست المرة الأولى حتى أنا يكون انتمائي حقيقي لجهة معينة نقول للوطن ولكن الآن ليست للوطن للنظام يجب أن أحصل أنا على المكان الاحترام والتقدير ويجب أن أحصل على الأمن داخل هذا الانتماء ويجب أن أحصل على الحب وعلى القوة وعلى الصداقة ما حصل للمرة الأولى والثانية والعاشرة أنه لا يوجد احترام ولا يوجد تقدير في هذا الوضع وأنت رأيت الوضع تم التكريم بالشيرة في فندق خمس نجوم ولكن في صالة خارجية حتى لا يدنس الحضور داخل الفندق ثم يطردون وقد يكونوا قد حجزوا في فندق ثلاث نجوم وربما صفر نجمة لأنهم لا يملكون المال ولأنهم استدانوا حتى يسافروا من قريتهم أو من بلدهم حتى يحضروا إلى دمشق إلى هذا التكريم الذي حصلوا بمقابله على كيلو سكر وكيلو زيت وعلبة ماكرونة هذا قمة عدم الاحترام وقمة عدم التقدير وبالتالي هكذا جهة كنظام لا يستحق الانتماء فليعيدوا حساباتهم هل أنا أنتمي لهذه الجهة وولائي لمن هل للوطن لو أتينا الآن بما يسمى بالموالاة والمعارضة جميعنا ننتمي إذن كنتم أنتم تنتمون إلى الوطن فجميعنا نحب الوطن ونقدر الوطن وما يفعل حاليا من كل هذا الجهود هي لحب الوطن فلنتفق على كلمة سواء أن يكون انتماءنا للوطن وليس لشخص ديكتاتور وليس لنظام فنيرون مات ولم تموت روما فأين هي تقاتل الطغاة يذهبون والأنظمة يذهبون ويبقى الوطن هذا الاحتقار ربما استعباد وهم رضوا بهذا الاستعباد من اللحظة الأولى الذين قدموا أبناءهم بحجة أن انتماءنا لهذا النظام وولائنا لهذا النظام ثم زجهم في قتال أخوتهم السوريين بغض النظر عن بعض الاختلافات ربما الفسيفسائية بيننا ولكن لا يوجد أي خلاف داخل سوريا بين الشعب لا سابقا ولا لاحقا فهم الذين أتاحوا له وهم الذين عطوه التصريح ليتصرف معهم هذا التصرف ومن ورائه إيران فالتكريم إن تم داخل بلد أو داخل دولة أو داخل وطن يجب أن يتم من قبل أشخاص يتبعون لهذا الوطن وليس من جهة خارجية إذن هذا الطاغية هو يتبع لجهة إيرانية أو ربما لجهة روسية وبالتالي هنا الانتماء باطل من أساسه وبالتالي ما فعله فعله أي شخص يتبع لجهة خارجية أنتقل للناشطة في مجال حقوق الإنسان وفاء الحمصي يعني ذكر الدكتور محمود بأنه هناك عدم تقدير وعدم احترام ولكن على الرغم من عدم تقدير وعدم الاحترام إلا أن ما زالت هذه الحاضنة تدافع عن كرسي النظام دون أن تحصل حتى على تكريم يليق بتضحياتها التي تقوم بها للحفاظ على هذا المنصب السلام عليكم معكم وفاء أهلين ست أحلام أهلا فيك بالنسبة للنظام وبما صنعه بطائفته كانتمائهم لطائفة قليلة تحكم سوريا بالنسبة إلون يمكن أن أحكي شوي بالعميل أحكي براحتك ست وفا أحكي براحتك تصندلي الطائفة خوفا من أن النظام يسقط بالنسبة إلى هي ولاءة كامل للنظام فما يحصل معا فما يحصل معا أنه هي وعطت هدت للرئيس بالنسبة أنها كمدينة حمص أنا بعرف كثير عنها هدت حتى أبناء أنه هي فداء للوطن وفداء للرئيس وفداء للنظام بس أنا بالنسبة إليك ناشطة حقوقية قيمة الإنسان أنا بدي ناشد الأهالي يلي هني أهلنا حتى لو كانوا من أي طائفي بدي ناشد الأهالي أنه قيمة الإنسان تقدر بما يعطيه فما أكثر من أبنائكم أنه عطوا لنظام روحهم فهل يكافؤوا بسكر بروز يكافؤوا بمئة دولار أحكي لك شغلي ابن خي تفضل استشهد بمدينة حمص استشهد بمدينة حمص وكان معه سلي من رفقاته نعم رفقاته كانوا معه وأكرموا ودفنوا بحديقة من حدائق حمص حمص الأديمي اكتشف أخي بعد فترة أنه أحد من رفقاته عم يأخذ عليه مسجله أنه هو من شهداء النظام وللأسف عم يأخذ عليه مئة دولار كل شهر ساعته صدقا كان أخي أبدا ما نوحزين على استشهاده ومآمن أنه قضاء وقدر وما عنده أي مشكلة أنه سعره بسعر هالشباب اللي استشهدت الله يرحبون وإن شاء الله عند رب العالمين ما بروح دمه انهدار بس لأسف وقتي اللي اكتشف أنه عم يأخذ على سمن دمه صدقا إذا أقول لك صار معه حالة نفسية ما عم يقدر لحد الآن يطلع منا وهذا السبب اللي حزب نفسه كتير وكتير زعيل طيب ست وفاق هينحنا نسال عن عائلي فما بان السؤال السؤال هو شو اللي بيخلي مجموعة من الناس أو مجتمع كامل يقبل بأنه هو يقايد ابنه بأنينة زيت أو بحرام أي موقف تجاه لهذا الموضوع للأسف للأسف هني أخذين الصورة بمنطلق بمنطلق ديق ما عم يفكره خارج الصندوق هني بس انتماء وولاء للنظام هو اللي مخليهم يغيب العقل والإنسان بدون عقل لا يسوى شيء نعم أنتقل لأبناشي الإنسان بس يعمل عقله هو بيوصله للتفكير السليم والصحيح نعم رح تشاركنا بالحديث كمان باسمة جبريا الناشطة الحقوقية معنا من اسطنبول يعني سيد باسمة برأيك أيضا شو اللي بيدفع عائلات المصابين لتلقي هذا النوع من التكريم واعتباره أيضا تكريم والصمت عليه يسعد مساكسة أحلام يسعد مساكسة أحلام يسعد مساكسة المشاهدين أهلا نحن أول شيء مثل ما أعلى الدكتور محمود نحن لازم نبحث عن عن السبب اللي دفع هدول الناس يدفعوا بأولادهم إلى محرقة النظام نعم في عندنا عدة أنواع الحقيقة من هدول الناس ناس للحقيقة بالأصل في منهم معارضين وما نعجبهم كل النظام بس من الإجبار يعني في ناس راحة مجبرة في كتير أولاد عائلات راحوا مجبرين بغض النظر عن طايفتهم راحوا مجبرين على هذه الحرب لأنه ممكن ما قدروا ينشقوا ممكن خالفين أخواتهم البقية هدول الناس مثل أهل المعتقلين مجبرين على الصمت لأنهم تحت ضغط قوي من نظام مسيطر نعم ولكن يعني ست باسمة خليني بس لحتى نبقى بسياق موضوع يعني اعتبار النينة زيت تكريم لروح يعني هل فعلا حتى إلى هذه المرحلة هو بيتحول القبول بالمهانة هل فعلا الدجنو أو هذه الحاضنة مدجنة لهذه الدرجة أنا ما عم بحكي مبدئيا عن حضنة نظام أنا عم بحكي عن الأشخاص اللي قاتلوا مبدئيا عن أنواعهم نعم ونحن وقتين نقول الحاضنة ست باسمة يعني ما نقصد فقط طائفة معينة نحن نقصد كل الأشخاص اللي هننقبلوا أنه يقاتلوا تحت راية بشار الأسد فقط وليس تحت راية نظام لا يمكن أن يقال عن هذه الفوضى وهذه الهمجية نظام أكيد أنا اللي عم بحكي ستنا أنه في ناس هنن ما ننحاضنة للنظام هنن نظرا لأنه ساكنين بمناطق النظام مجبرين أولادهم يتجند وحتى في منهم ما قدروا ينشقوا أما خلنا نحكي هلا عن الحاضنة العقائدية للنظام نعم مثل ما نحن عم نقاتل ونستشهد وما ناخد شيء من تشهادنا غير الشرف في منهم عن جد مغيبين لهيدي الدرجة لا بس في منهم مغيبين لهيدي الدرجة إنه نحن عم نحافظ على الله أما السواد الأعظام فهو حاسب أمن العبدية يعني بالبداية كانوا يعطوهم مليون وشوي ثمن عندما ملقات فيه نعم بعد ذلك لما كترة الناس اللي عم تموت عندهم حتى ما عادوا يعني ما عادوا ذكروا إنه فلان قتل صاروا عم يقولوا إنه مفقود مسجونين مثلا لدى بعض الفصائل الأخرى ما عم يقبلوا يبدلوهم ففيه استهانة مش بس بموت الشخص فيه استهانة بحياة الشخص عندهم ومع ذلك الأهالي ما عم يقدروا يتحركوا لأنه أولا فيه ناس كتير منهم أدمنت العبودية يعني خلاص فعلا فيه فعلا ناس بتعتبر إنه بشار ربا بصدق فيه ناس فيه ناس باللاذقية وريفة معتبرين إنه أنت مدام تعلمت هيدا علمك من جيبته نعم فعلا معتبرين إنه البلد ملكه ما عندهم عقلية إنه نحنا مواطنين بوطن حقوق نحنا بشار نعم يعني عم تصدي إنه فقدان عقلية المواطن أو فقدان يعني حالة المواطن شو هي تماما هنا ما بيعرفوها ستباسمة واضح إنه عندك معلومات عن هذا الموضوع هناك مصادر أيضا توصلت معنا قبل الحلقة خبرتنا إنه فيه فساد حتى بقصص التكريم في حالة من تكرار الأسماء فيه تجاهل لناس وفيه يعني يعني إعادة استقبال آخرين بموضوع التكريم يعني حتى بقتله للنظام هناك حالة من الفساد باستهلاك أسماءهم قولا واحدا أكيد هذا الحكي وهو مؤسس على عدة أصص أولا الغنى الغنى المادي والرشاوي ثانيا الفخذ من الطائفة هلأ حضرتك بتعرفي فيه عندهم مش بس إنه أنت سني أو علوي فيه حتى ناس تكرم نتيجة إنه من فخذ معين من طائفة حيدريك لازي خياطي هدول الأصص نعم في بعض القرابات كمان بتلعب دور بس أنا كمان بدي نوه على شغلة بعد إذن حضرتك الجمعيات المرخصة بمناطق النظام عندي معلومات كتير عميقة عنها مشكلة الأساسية إنه هي تمثل يعني هي مسموح إلى من النظام إنها تلعب بس الفكرة إنه هنه مثلا جابوا هدول الناس كرموه بس من وراء هذا التكريم هنه بيكونوا سارئين بلاوي زرق نعم يعني هذا فعلا ما تحدث عنه التقرير إنه كلفة أو حتى تعليقات الفيسبوك وصفحات تواصل اجتماعي تحدثت إنه هاي الخمسين مليون يلي كلفتكن لهذا التكريم لو كنتوا عاطينها لعوائلهم وللمصابين أو يعني عاطينهم طبابة فيها ومعونات ما كانت أفضل بكتير حنتقل بالسؤال للدكتور محمود دكتور محمود يعني ما هو المراد بهذا النوع من التكريم اللي بيظاهره تكريم ولكن بباطنه وبداخله هي حالة من الاستهزاء والاسترخاص بهؤلاء الناس خصوصا إنك ذكرت إنه في بعض الأشخاص اللي وصلوا لهذا التكريم هم هنا ما بيمتلكوا غير يعني أجار وسيلة النقل يلي وصلتهم بالضبط أستاذ أحلام أشكركم على هذا البرنامج الذي سلط الضوء على موضوع مهم جدا ونتمنى أن يستفيدون من الموالاة قبل المعارضة موضوع هام جدا هذا ليس بتكريم بل هذا دعيني يسميه تحقير أو احتقار لهؤلاء الناس يعني إذا كان هؤلاء القتلى يوزع لكل شخص عبارة عن كيلو زيت وكيلو سكر وكيلو عدس وربما ماكرون نقول لهم نحن كمواطنين عاديين في أقسام المعارضة مستعدين أن نجمع منقوط أطفالنا فكم يساوي دم ابنك الذي في الجيش أيها الأخ العلوي أيها الأخ الذي يسكن الساحل كم يساوي دم ابنك ألف ألفين عشر مائة مستعدين أن نجمع ونعطيك فقط إصحب ابنك واحتفر به بالبيت هؤلاء ليسوا فقط من الساحل هناك مناطق عدة هو المشهورة منطقة الساحل ولكن مناطق عديدة هي تحضن للنظام دكتور محمود عم تتمكن من سماعي هلأ عم تسمعني نعم أنا سامع أنا سامع يعني دكتور محمود هي الفكرة فقط التوضيح نعم أنا سامعتك بشكل جيد توضيح أنه نحن لا نخص بالذكر فقط منطقة الساحل ولكن يعني اللي عم بيقاتلوا للحفاظ على كرسي بشار الأسد هم ليسوا فقط من الساحل هم من مناطق متعددة هذا قصدي أوجه بالضبط 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 صحيح أنا أقول للجميع كم يساوي دم ابنك أحتفظ به لنفسك يا أخي أبلالك هالمهزلة وهذا الموضوع ودعنا نتخلص من هذا النظام معا هذا النظام الفاسد ورأسه الفاسد وهذا الدكتور ولنبني سوريا معا نتسامح بالنهاية وسنبني سوريا معا هذا الجهة الإيرانية التي توزع لك هذا الشيء البسيط والتافه في عام 1980 أنا رأيت بعيني أنه كان الذين يموتون في القتال من الإيرانيين في الحرب العراقية الإيرانية كانوا يرسلونهم إلى السيدة زينب للحج وتكاليف الطائرة والإقامة والتكريم وكل هذا الموضوع انظر نفسك أنت أبو المجند السوري كيف الأحاديث ابنك يروي لك أنهم في خط الجبهة ما يسمونه خط الجبهة وهو منطقة قتال المواطنين والشعب السوري أنهم يطعمون الجندي السوري عبارة عن رغيف خبز مع بطاطا ويطعمون الوجبات الساخنة والديليفري للشداد الأرض الذين آتوا من إيران أو آتوا من عصابات أخرى فعملية الاحتقار والتقليل هي للأحياء قبل الأموات ولكن هذه التصرفات ربما توعي ولا شمات من قبلنا ربما توعي إن كان الأهالي المجبرين الذين أخذوا أبناهم عنوى أو المتطوعين فليروا احترام إذا لم يكن هناك احترام وتقدير وأمن من قبل الجهة التي أنتمي إليها فلا تستحق هذه الجهة الانتماء نهائيا إليها نحن في مجتمعاتنا في قبائلنا في حاراتنا عندما يموت شخص موت عادية نحن الجيران والأصدقاء والمعارف نذهب إلى بيت هذا الشخص لأبوه ونقدم إما خروف كذبيحة أو كيس كبير من 50 كيلو من الرز أو من السكر احترام لكن هذه دولة أنتم قتلتم ابنه أنتم الذين قتلتوه أنتم الذين زججتوه إلى المعركة ثم تشترونه بهذه الليرات القليلة هذا هو الموضوع مصادر تتحدث أنه اللي عم يدفع الأهالي للقبول بهذه الأشياء حتى لو كانت هي ليست بالقدر اللي هنين بيتمنوا لابنهم أنه الفقر والعوز وأيضا الارتباط يعني بحالة الأمل بالتكريم خصوصا أنه كمان هنين على قناعة بأنه قدموا ابنهم لمبدأ ليست الفقر والعوز هي حجة فأرض الله واسعة فليهاجروا إليها هناك مناطق محررة هناك مناطق تعاني بشكل كبير جدا ولكن لا ترضخ لهذا النظام ولا تذهب لتطوع ابنها بهذا النظام وكثير من ذكروا ضيوفنا الأعزاء ذكروا أن كثير من الجرحة لا يعتنى بهم نهائيا ومن فقد طرف أو وعد بطرف يركب له فلم يلتزم بالتزاماته هذا النظام وكما قلت لكم استخف قومه فأطاعوه أهبدوني أنا ربكم الأعلى فإذا عبدوه بهذا الشكل فسيصلوا إلى هذا الموصل وسيصلوا إلى مواصل أبعد وأبعد نتمنى أن يكون وقت قريب وأن نتخلص من هذا النظام كاملا حتى تعود سوريا إذا ما كانت وأفضل مما كانت نعم ست وفاء يعني بتعتدي أنه هذا النوع من المعاملة يكون متساوي بين ميليشيات النظام مثل ميليشيا الدفاع الوطني وأيضا يعني اللي بقاتلوا بصفوفه بالنسبة لللي بقاتلوا بصفوفه للأسف الفيسبوك والسوشال بيديا وتجمع الشباب من خلال اللي من تميين وبيدافعوا عن النظام جيشت كتير عقول الشباب لحتى تمشي بهذا الاتجاه وصلت حالة حسة حالة إذا بمنتصف الطريق ما عدا بتقدر لا ترجع ما علي إلا طريق إنه هي تقدم بس للأسف الأهالي أنا من كل هالشي حكيت توني إنه إنسان تغيب عقله بس في عندك بالعائلي شخص وشخصين وثلاثة عم يعانوا من الإصابات عم يعانوا من الإعاقات في عندهم بإعاقات بالجرحة 40% من الإعاقات يا أهل تهرى معاناة الأهل ما خلتهم توعى إنه هني لأي طريق ماشيين لأي طريق زاجين ولادهم مع هذا النظام اللي الأفضل إنه لإنتماء للوطن لبناء الوطن فقدوا شبابهم صار منهم الجرحة والجرحة منهم قلت إنه كلياتهم معاقين أغلبهم وإعاقاتهم هي دائمة بالنسبة لهم صار عندهم دمار بالبنية التحتية دمار ببيوتنا فقدنا كل شيء إحنا إلى أين نعم هذا السؤال اللي بدي أسأله للأهالي وبدي أوجه كل كلامي أنا رسالتها للأهالي إنه عو وفيقه في عنا نظام حرام نحن الانتماء إلو إن كان من كلياتنا نحن كلياتنا سوريين أنا لا بدأ أحكي بعلوة ولا بدأ أحكي بسنة ولا بدأ أحكي نحن أولاد بلد واحد عايشين تحت سمى وحدي همنا الواحد والآخر هو الوطن لازم نحن نتصالح لازم نحن نقيم هذا النظام ونعمر بلدنا ونلاق قدر ما يمكن نقدر على ما يبدو أنه كل سواسية بالنسبة للنظام يعني هو يقصف في المناطق المحررة ويستبدل أي شخص بأنينة زيت أو بعلبة فول يعني ما في حدا بيسوى أكتر من حدا بالنسبة للنظام إن كان بالمناطق المحررة ولا إن كان بمناطقه وخصوصا يعني هو يثبت كل مرة في هذه الحفلات اللي بقيمة ويدعي بأنه هو يكرم قتلاها أنتقل مجددا لباسمة أكيد للأسف نعم ست باسمة يعني الجمعيات اللي عم تقوم بهذه الحفلات وحفلات التكريم للقتلة والجرحة وما إلى ذلك هل هي واجهة لاستعراض خدماتها ولكن في داخلها هي فقط منظومة للفساد لتكديس الأموال والحصول على أموال إضافية من الجمعيات الدولية الكبرى التي تقدم المساعدات لها أيضا تماما سيدتي أصطعين الصواب أنا نظرا لوجود فترة طويلة بالساحل وناطق سيطرة النظام اطلعت على أغلب نشاط هذه الجمعيات هذه الجمعيات عن جد لا تقدم يعني لا تقدم شيئا على الإطلاق نعم هي فقط واجهات أنا اطلعت حتى على وثائق لاستيراد مادة السكر واستيراد مجموعة مواد معفات من الرسوم الضريبية بأرباح ملايين وقد تبلغ مليارات نعم هذه الجمعيات ترخص فقط لأعوان النظام إذا تتذكري بالتمانينات منعوا الاستيراد وسمحوا لبعض الأشخاص بالتهريب حتى تكبر ثرواتهم نعم فهدول محاسيب النظام حاليا صار في عندهم نشاط آخر نعم اللي هو ترخيص الجمعيات واستيراد مواد أو اللعب يعني يواجه أو الحصول على مساعدات حتى لأنه حتى منظمات الأمم المتحدة بتقدم دعم لهذه الجمعيات وتتعامل مع كل الجمعيات بطريقة سواسية كما ذكرت هي واجهة فقط لاستعراض يعني المساعدة ولكن في باطنة هي اللي سرقت هذه المساعدات شكرا جزيلا لك باسمة جبري الناشطة الحقوقية معنا من اسطنبول شكر موصول أيضا لوفاء أو للدكتور محمود الحسن البحث الاجتماعي من اسطنبول وأيضا شكرا للسيدة وفاء الحمصي الناشطة في مجال حقوق الإنسان كنت معنا من عمان شكرا لكم جميعا فصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا ترجمة نانسي قنقر